نرجع لأخبارنا وزا ما تعودنا دائما أبدا بيكون كرة اليد في الطليعة وطبعا حضراتكم مش محتاجين أقول لكم ليه طبعا كأس العالم والاستعدادات والدول وهوريكم دلوقتي دلوقتي بدأ فيه بطولات ودية تتعامل استعدادا لكأس العالم بس احنا هنروح لفرقتنا طبعا الأهلي فريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي يفاز على الظهور وتصدر دوري المحترفين أو تصدر مجموعته طبعا نتيجة خلصت 31-25 الشوت الأول كان خلص 15-11 المطشي كانت لعب على صالة الشهداء الصالة الزغيرة طبعا وخلصان من دقائق طبعا انتوا عارفين ان الصالة الكبيرة كان فيها فعاليات جمالة عمامية وكانتش جاهزة طبعا تستضيف المباراة روحنا على صالة الشهداء النادي الأهلي بيتصدر مجموعته التانية طب المجموعة التانية فيها مين؟ سبورتينج من اللومبي المعادي أصحاب الجياد البنك الأهلي الزهور بورس عيد الشمس كده النادي الأهلي رصيده 24 نقطة والنادي الأهلي هياخد بريك شوية عشان يروح يستقنف إن شاء الله المطشين أو الجولتين الفضلين من المسم الفاضي مع نادي الفاضل أو المعلق سبت وحد مع طلاق الجيش والزمالك كل التوفيق طبعا لفريق كرة اليد وخليه بس أقول لكم حاجة سريعا على نظام الدورة لكرة اليد عشان الناس بس تبقى فهمة ومتابعة كويس كرة اليد الدورة السنة دي عبارة عن مجموعتين مجموعة فيها الأهلي ومجموعة فيها الزمالك بيلعبوا زي ما أنتوا شايفين مبارياتهم لتحديد المراكز بعد كده هياخد أول أربعة من المجموعة دي مع أول أربعة من المجموعة دي يبقوا هم التمانية الكبار اللي هيلعبوا الدوري هيلعبوا رايح جاي خلينا أقول لكم كمان التحكرة اليد دايما سبق بالقوانين والرولز اللي بتتحطى عشان تساعد الفريق الكبير ففريق 18 سنة وفريق 20 سنة هم موليد 2000 موليد 2002 الفريقين دول مرتبطين نتائجهم بنتائج الفريق الأول وهنشوف دلوقتي فريق الشباب ساعد إزاي الدرجة أولى فكل ما بتعمل نتائج كويسة في الشباب وفريق الناشئين بيدي بوينس أو بيدي بونس للفريق الأول بيروح يترتب في التمانية الكبار الأول والتاني بياخد في التمانية الكبار بعد ما يترتبوا الأول والتاني بياخدوا نفس النقط واللي يكون مثلا خمس نقط التالي والتالت والرابع بياخدوا أربع نقط الخامس والسادس بياخدوا وهكذا يعني كل اتنين كل مركزين بياخدوا نفس النقاط فمن المتوقع أن الأهل والزمالك هيكونوا في الأول والتاني وهيخشوا الدور اللي بعد كده بنفس النقاط ده ترتيب الدور أو الكرة اليد طب ليه تمانية؟ لأنه لتحاد دولي الكرة اليد بيعمل التمانية الكبار يعني دائما أبدا بتلاقي الرقم تمانية ده أو تمن فرق ده رقم مميز من تحاد الدولي ودائما بينتهي في الآخر بيه سواء التمانية الكبار سواء دور التمانية ببقى من أول دور التمانية في كلاس العالم في كرة الهد فإذا هم بيحاولوا في تحاد كرة الهد يجيبوا النظام الدولي مصغر عشان يتلعب في النظام المحل فطبعا كل التوفير لفريق النادي الأهلي وبإذن الله بفكركم أن المباريتين الفضلين من الموسمين اللي فات هتتلعب للأسف وبقول للأسف بالقايمة الأديمة وده هيحرم النادي الأهلي من خمس صفقات أو ست صفقات جداد طعاقت معهم النادي الأهلي السنة دي هيلعب من غيرهم المباريتين ولكن احنا كلنا ثقة في الجهاز الفني واللعبين والنادي الأهلي بمن حضر هنروح لفريق الشباب لكرة الهد وليه الشباب زي ما قلتلكم دايماً الشباب وناشئين مرتبطين بالدرجة الأولى الأهلي يهزم برسعيد فريق الشباب كرة الهد بنادي الأهلي بقادة الكابتن صابر حسين فاز على نظيره برسعيد بنتيجة 39-20 المطش كانت لعب على صالة هيئة قناة سويس بمدينة الإسماعيلية وبالفوس ده فريقتنا هتدي للفريق الكبير أربعة ونص نقطة هيخش بيهم الدور اللي بعد كده وزا ما شرحت لحضراتكم الفريق ده مرتبط مع الدرجة الأولى وفريق 2002 اللي هو الأصغر من ده كمان مرتبط مع الدرجة الأولى وهيديها بوناس كمان وكل ده هيفيدنا في الترتيب أو ترتيب التمن فرق هيريحنا في جدوى المباريات هيريحنا في النقط هيدخلك فارق عن نتاته الرابع على الأل من نقطة واحدة طيب هنروح لسيدات كرة اليد الأهلي بيستعد للزهور الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي أهلي بالقادي الكابتنية هيوسب بيستعد المطش الزهور الأهلي كان كسبان آخر مطش مع مدينة ناصر وكان كسب 52-16 في الجولة 11 وخلينا أقول لكم أنه طبعا مفروض هنلعب مع نادي أصحاب الجياد كان مفروض نلعب يوم السبت اللي فات مع أصحاب الجياد والماتش يتأجل بسبب النوة اللي في اسكندرية تمام الأهلي في الأهلي سيدات بيتصدر الدوري بنتيجة برصيد 33.11 مباراة بتلت نقاط في الفوز يبقى 3 في 11 ب 33 نقطة يعني العلامة الكاملة وفوزنا على منوف الرياض حلوان العام شامبوني الرحاب الوليدي شهد أكتوبا التوراني الزمالك الجزيرة هليوبلس سبورتنج مديد ناصر كان عندنا مطشين مهمين زمالك وسبورتنج والحقيقة ربنا كرمنا فيه ومكسبنا وده أدنا أدفنتج كويس جدا والفرق هتلعب أربعة بطولات السنة دي نتمنى كل التوفيق ونرجع تاني المركز الأول اللي غاب عنا مغرد سنة واحدة لعام الماضي شهد نرجع لتاني المكان المفضل والمحبب لأكتر من 30 سنة وهو المركز الأول في كورة اليد سيدات ترجمة نانسي قنقر